في إطار التفاعل المجتمعي ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحث معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة حلول وابتكارات تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات وتحقيق الاستدامة وذلك ضمن جولاته الميدانية لمؤسسات القطاع الخاص العاملة بهذا المجال ومنها شركة بيئة في الشارقة وذلك بهدف تعزيز المشاركة في رسم استراتيجيات وخطط تصميم الخمسين من خلال اقتراح أفكار متعلقة بمستقبل الأمن الغذائي وتفقد معاليه خلال زيارته للمقر الرئيس للشركة مصنع إعادة تدوير مخلفات البناء والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وتصل قدرة معالجته إلى 97.5% لمخلفات البناء وناقش معاليه مع سعادة سالم العويس رئيس مجلس إدارة بيئة مجموعة من مقتراحات تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات وتحقيق منظومة الانتاج والاستهلاك المستدام بشكل يعزز تصميم الخمسين عاما المقبلة ويضمن إيجاد مستقبل مستدام كذلك قام وزير التغير المناخي والبيئة بزيارة مركز حماية وإكثار الحيوانات العربية البرية المهددة بالانقراض في الشارقة وناقش معاليه مع سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة المقتراحات والحلول المستقبلية لتعزيز التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض والتوسع في مشاريع اكثارها